جاء في تقرير نشرته منظمة اليونسكو اليوم أن المساعدات الدولية المقدمة للتعليم تراجعة عام 2017 بنحو 288 مليون دولار أي بنسبة 2% مقارنة مع العام 2016 تفاصيل أوفى حول مضامين هذا التقرير مع الزميلة نجات بوتفسوتو التي انضمت إلينا لتوفي الاستوديو تحية طيب لك نجات تحية لك أنس وأهلا بكم مشاهدين الكرامة جاء في التقرير حال سنوي لمنظمة اليونسكو هن المساعدات المقدمة إلى التعليم بلغت 13.2 مليار دولار عام 2017 بترجع نسبته 2% أو ما يعادل 288 مليون دولار مقارنة بالعام 2016 ويشير التقرير إلى أن مستويات دعم التعليم في ركود مستمر وتسجل زيادة سنوية في المتوسط بنسبة لا تتجاوز 1% منذ العام 2009 هذه الأرقام حسب التقرير تشير أو تثير التساؤل حول الالتزام الدولي لتحقيق الهدف الأممي الرابع للتنمية المستدامة المتعلق بالتعليم ولتحقيق هذا الهدف يؤكد التقرير كان على المال حين تخصيص 0.7% من إجمالي الدخل القومي للمساعدات الخارجية موضحا أن تخصيص 10% من هذه المساعدات للتعليم الابتدائي والثانوي من شأنه أن يوفر مبلغ 39 مليار دولار اللازمة لتمويل التعليم على مستوى العالم تمويل التعليم يضيف التقرير لم يعد أولوية بالنسبة لعدد من الفاعلين في مجال التنمية فقد انتقلت حصة التعليم من 10.7% من إجمالي المساعدات عام 2007 إلى 7.1% فقط عام 2017 أكبر نسبة الانخفاض في إجمالي المساعدات المخصصة للتعليم تعود إلى تراجع حصة المملكة المتحدة في دعم التعليم بنسبة 29% 60% منها في التعليم الأساسي وقد أشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة كانت ثانية أكبر مانح للتعليم الأساسي في عام 2016 قبل أن تحتل المرتبة الرابعة في عام 2017 بمساعدات قيمتها 517 مليون دولار مؤكدا أن المملكة المتحدة هي الوحيدة في مجموعة الدول السابعة التي تحقق هدف الأمم المتحدة المتمثلة في 0.7% من إجمالي الدخل القومي وقد تصدرت ألمانيا الدول المانحة في مجال دعم التعليم عام 2017 بملياري دولار تليها الولايات المتحدة بـ 1.5 مليار دولار ثم فرنسا بـ 1.3 مليار دولار ويوضح تقرير أن 58% من الأموال الممنوحة من قبل ألمانيا و69% من المساعدات الفرنسية مخصصة للمنح الدراسي ورسوم التعليم للطلاب من البلدان النامية المسجلين في المؤسسات التعليم كابل بلدين يفيد تقرير اليونسكو أيضا أن الحكومات في البلدان منخفضة الدخل تنفق ما متوسطه 16% من ميزانياتها على التعليم ومع ذلك لا يبدو أنها قادرة إلى الوصول إلى هدف التعليم لابتداء بدون دعم المانحين كما يفيد تقرير أنه من المتوقع الإعلام في الأسابيع المقبلة عن آلقة جديدة متعددة الأطراف وهي الآلقة الدولية للتعليم الهادفة إلى خفض تكلفة الاقتراض من أجل التعليم في البلدان ذات الدخل المتوسط وهي آلقة تضاف إلى الشركة العالمية من أجل التعليم التي تقدم منح للبلدان ذات الدخل المنخفض شكرا على طيب المتابعة مشاهدين أعود إليك أنس شكرا جزيلا لك نجات على هذه المعلومات كاملة شكرا جزيلا لك